دكتور ده لو كلمنا عن الجزء الخاص بمنظمة الصحة العالمية لك لو كلمنا مثلا عن دعم اللاجئين لو كلمنا عن ملف التعليم زي ما حضرتك كلمتي هل هناك يعني تصور أو مشروع قرار أو مشروع يعني خطة كده مبدئية لتنفيذ هذه التوصيات موضوع التعليم وموضوع اللاجئين والمهاجرين وموضوع المرأة وموضوع الطفل في المناطق الفقيرة احنا كنا بنقش في المؤتمر من جانبين جانب الحاجات اللي فعلا تمت والدولة المصرية عملتها بحيث أنها تبقى تجربة ودي أشدت بها مبعوثة المنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية اللي كانت موجودة في المؤتمر أن مصر عملت مبادرات كتيرة جدا بتدعم هذه الفئات حتى ما قبل كورونا وطبعا بعد كورونا وأثناء كورونا فهتبقى المبادرات دي مستمرة بل توسيع نشطها ومثلا أكبر مثال على كده مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة هي الحقيقة بتشمل جوانب كتير جدا توفير حياة كريمة من كل الاحتياجات الأساسية أو المرافق في القرى الأكثر فقرا وفي الفئات الأكثر احتياجا دعم التعليم ودعم الحق في التعليم والرعاية الصحية دعم المرأة المعيلة والمرأة المهمشة دعم الطفل ويكون له حق في بيئة صحية وبيئة تعليمية فإحنا أخذنا التجربة دي إنه مصر بتعمل فعلا مبادرات تدعم بها هذه الفئات وأكتر من كده فكر لما كنا مبادرة 100 مليون صحة إحنا مبادرة 100 مليون صحة تحديدا ما كانش فيها أي عدم مساواة إنه المصريين أو غير المصريين إحنا كنا بنلاقي دول أفرق كتير جدا السوريين والدول العربية أو الفئات العربية اللي كانت موجودة في مصر هي كمان تم التعامل معها في 100 مليون صحة بشكل عادل مع المصريين كشفت وأخذت العلاج وبتتابع للمبادرات الصحية الأكتر من كده فدي كانت التجربة الملهمة التجربة اللي على مستوى دولي إنه مصر بتطور ورق السياسات إزاي نحن ندعم هذه الفئات تحديدا في الدول إقليميا أو دوليا فإحنا عاملين يعني مقترح لورقة سياسات تخص هذه التوصيات تحديدا إيه هو المقترح؟ إنه نعمل دراسات إزاي إزاي ندعم هذه الفئات في الدول الدولية اللي بتعاني من الموضوع ده يعني إحنا في دول متقدمة أو دول غربية بتعمل للاجئين مخيمات مصر ما عندهاش مخيمات للاجئين بالعكس هم بيعيشوا وبياندمجوا في المجتمع المصري بشكل قوي جدا وبشكل غير مرحوظ أنت ما تقدريش تلاحظي أن ده مش مصري أو أنه بيتعامل معاملة مختلفة لكن في دول مقتقدمة جدا هم بيعاملون معاملة لاجئين في مخيمات أو المهاجرين بيفضلوا الوقت طويل جدا بيعانوا من يعني تعصبات شديدة جدا في هذه الدول يكفي أنهم مصنفين أو أنهم تحت يعني تحت كلمة لاجئين أو مهاجرين طيب خلاص أنا يعني أنا في حاجات كتير جدا حابة أسأل حضرتك عليها بس لكن الوقت الحقيقة يعني مش مثل فينا فبنشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور أمال إسماعيل بحيث في المركز المصري الفكر والدرسات الاستراتيجية نواتينا في صباح خليل شكرا جزيلا شكرا على كل هذه الإدعاءات شكرا شكرا